السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين الكرام اهلا مرحبا بكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد النبي الامي وعلى اياله وصحبه وسلم اجمعين ان شاء الله النهاردة اخوان هنتكلم عن تفسير رؤية الزواج في المنام او لبس فستان الزفاف في المنام او مراسم الزواج في المنام اه طبعا كل شخص بيشوف الزواج او المراسم دي بالشكل اللي مهيئ ليه فهنتكلم عن اشكال الزفاف والحاجات دي بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في تفاصيل الفيديو احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر اشارات ليصلكم جميع في ديواتنا باستمرار اول حاجة اخوان العزاء رؤية الزواج رؤية جميلة جدا في المنام سواء للمتزوج وغير المتزوج وطبعا هنتعرف اخوان عزاء عن تفسير رؤية الزواج للمرأة المتزوجة وتفسير رؤية الزواج للمرأة العزباء او للفتاة العزباء وايضا للمرأة المطلقة وللارملة وللحامل اخوان العزاء اه الرؤية دي رؤية مبشرة جدا وتعتبر من افضل الرؤى التي تدل على قدوم خير باذن الله مع ان في ناس بتقلق من الرؤية ديت او في بعض الناس بتفسر الرؤية دي تفسير خاطئ ولكن هنوضح النهاردة التفسير الصحيح لها باذن الله وطبعا اخوان العزاء رؤية لبس فستان الفرح في المنام ده بشارة في بعض الناس او حالة قبلتها بتقول ان لبس فستان الفرح في المنام يدل على الموت طيب ازاي يعني ازاي الموضوع ده لا صحة له فستان الفرح في المنام بشارة للرأي لو فتاة عزباء باذن الله هتتزوج ولو امرأة متلقة باذن الله هتتزوج ولو امرأة متزوجة بتدل على شيء جميل جدا ممكن تدل على ان ربنا هيرزقها بزرية صالحة وكمان ممكن تشير الى نوع المولود يعني مثلا الفستان والحاجات دي من الملابس الخاصة بالنساء فممكن يكون نوع المولود والله اعلى واعلم بنت مثلا وفي بعض الاحيان الزوج مثلا بيجي يلاقي زوجته عروسة مثلا فدي بشارة مهمة جدا لهم ان ربنا هيرزقهم وهيسر احوال كتيرة جدا كانت متعطلة في حياتهم يعني امور كانت متعطلة يعرفوا ان الامور دي هتتيسر وده بالنسبة للمرأة المتزوجة او الرجل المتزوج طيب لو فتاة عزباء بتدل على ايه؟ بتدل على ان الفتاة دي لو هي بتفكر في الموضوع باستمرار والموضوع شغل بالها ممكن يكون حديث نفس الرؤية حديث نفس يعني بسبب التفكير الزيادة في موضوع الزواج طيب لو هي ما تفكرش والموضوع عادي بالنسبة لها فدي بتكون اشارة مهمة جدا الى اقتراب الزواج والله اعلى واعلم فطبعا الفتاة لو رأت نفسها بتتزوج او ان هي عروسة او ان هي لبسة فستانة الفرح او بتحضر فرح دي بتكون اشارة مهمة جدا الى اقتراب زواجها والله اعلى واعلم كمان اخوانا عزاء المرأة المطلقة لو رأت ان هي مثلا بتتزوج وطبعا زواج جديد مثلا مش جزءها السابق ولا حاجة فدي بشارة لها ان هي ممكن في الفترة القادمة هتتزوج فعلا ولو رأت نفسها ان هي مثلا لبسة فستانة الزفاف وبترجع بيتها السابق فدي اشارة الى الرجوع باذن الله وكمان ممكن تكون اشارة الى زواج من اي شخص والله اعلى واعلم عموما رؤية لبس الفستان في المنام رؤية جميلة جدا تبشرنا ان فيه خير قادم وان احنا مقبلين على شيء كويس ان شاء الله الواحد يشوف نفسه ان هو عريس او واحدة تشوف نفسها ان هي عروسة دي بشارة لها بالزواج والله اعلى واعلم لو كانوا مش متزوجين او لو كانوا بيبحثوا عن زواج طيب لو شخص زي ما قلنا متزوج او امرأة متزوجة بتدل على ان ربنا هيرزقهم بالزرية الصالحة والله اعلى واعلم طبعا اخوان العزاء حضور المناسبات السعيدة في المنام يدل على ان فعلا فيه مناسبات قادمة سعيدة باذن الله حضور العزاء في المنام رؤية مبشرة جدا تدل على ان فيه امر مهم هيحصل عند الشخص اللي كنا بنعز عنده او الشخص اللي ذهبنا ولا نافي العزاء مثلا فدي اشارات اخوان العزاء مبشرة اه مش اي رؤية نشوفها مثلا او اي كلام نسمعه نيقس ونخاف المفروض في الرؤى ان احنا نفسرها يعني هي الرؤى التحذرية بتبقى واضحة وبينة اما الرؤى اللي احنا بنقوم من نوم ونلاقي نفسنا سعداء فيها ومبسوطين المفروض ان احنا ما نخافش منها خالص والرؤى دية بتكون مبشرة فعلا لينا لان طبعا دي رسائل والله اهلا واعلم اتمنى اخوان العزاء ان الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر اشارات ليصلكم جميع فضياتنا باستمرار وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة